اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة المساحة على تطبيقك الخاص وواتساب ما عليك أن تقوم بفعله هو أن تقوم بالضغط على الضبط والإعدادات هنا ثم سوف يقوم بأخذك إلى هذه القائمة الخاصة ثم سوف تقوم بالنزول الأسفل تضغط على التطبيقات نأتي إلى نافذة تطبيقات الخاص بك في هذه القائمة هنا بعدها سوف تقوم بالنزول الأسفل للبحث عن تطبيق واتساب وبعدها سوف تقوم بالضغط هنا على أو البحث عن تطبيق واتساب سوف تقوم بالضغط عليه يأخذك إلى هذه القائمة الخاصة هنا تضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تقوم بالنزول الأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين هنا بعدها تضغط على مسح التخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك الخاص لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على الاشتراك